اشتركوا في القناة بسيا عربية مع الرئيس التنفيذي السيد أحمد الهناندي أهلا ومرحبا بك معنا أستاذ أحمد الهناندي وأنت رئيس التنفيذي شركة زين الأردن نشكرك على حضورك وتلبية الدعوة نتحدث عن نتائج زين الأردن لربع الثائلث تحقق النمو وهو ليس الأول لديكم فصل تلو الآخر لكن ما هي الأسباب التي أدت تحقيق هذا النمو ما هي نسبة الارتفاع لديكم بداية أولا شكرا على هذه الاستضافة وسعيد جدا بوجودي بقناة سي أم بي سي احنا الحمد لله 2016 كانت من السنين الجيدة من بما يخص نتائج الشركة كانت نتائج إيجابية حققنا لغاية نهاية شهر تسعة برغم أنه شهر تسعة كان من الأشهر التي كانت تحدي فيها كبير عطلنا تقريباً كل الشهر ما بين العيد والانتخابات فكان فيه حجم كبير من العطل بهذا الشهر ولكن مع ذلك استطعنا أنهاء الربع الثالث بنمو تقريباً ثلاثة بالمية بالإرادات في عنا حوالي 11 بالمية نمو بالربح التشغيلي و8 بالمية نمو في صافي الربح النتائج الإجمالية للتسعة شهر الأولانية كانوا كثير أحسن من الربع الثالث كان في عنا 6 بالمية نمو بالإرادات عنا 18 بالمية نمو بالربح التشغيلي وتقريباً 11 بالمية بالنمو بصافي الأرباح الأسباب التي تساعد زين الأردن بتحقيق نتائجها طبعاً بعد جهد الفريق العمل بزين الأردن ويعتبره من أنا برأيي الشخصي وبرأيي كثير من الخبراء يعتبره من أفضل فرق العاملة في خطاع الاتصالات والكل يعرف أنه الزين السنة كملت 21 سنة في السوق الأردني ألف مبروك ففهم الفريق لطبيعة السوق فهم الفريق لإحتياجات العملاء بالسوق نظرة الفريق المستقبلية لإحتياجات الخطاع خلانا ندير كل استثماراتنا بطريقة تخدم إحتياجات عملاءنا بالأردن بحيث أنه نتفوق بما يخص الخدمة نوعية الخدمة ونفس الوقت الكل اللي بيعرف أن الاتصالات هي خدمة وسياسة تسعير بالنهاية لازم يكون في توازن بس نحن نعرف جيدا سيد أحمد أنه أنتم لدتم الوحيدين في السوق الأردن هناك شركات أيضا لكن منافسكم يمكن وحصتكم السوقية هي الأعلى ما هي العاملة التي ساعدت في تحقيق النمو في الأرباح بمعنى أنتم كنتم منفردين أيضا بتحصيل أو تقديم خدمات الجيل الرابع وفي آخر لقاء لنا معك كان تقريبا أكثر من عام كنت حدثت أنه كنتم قد قمتم بالحصول على هذه الرقصة من أجل توسيع نتاق عملياتكم ماذا أضفتم من بعد الجيل الرابع؟ 2015 كانت هي سنة الإطلاق للجيل الرابع 2016 كانت سنة التوسيع على الجيل الرابع لتغطي كل محافظات المملكة وتغطي أكبر مساحة ممكنة وأكبر عدد ممكن من المشتركين في المملكة بنفس الوقت أضفنا الخدمات القيمة المضافة مع خدمات الإنترنت سواء كانت من تطبيقات أو من خدمات المحتوى والفريق عم بيعمل بحيث أنه الكل يعرف أنه الاتصالات عم بيعيش زي ما قلنا زمان مرحلة التحول فزين شافت هذه المرحلة وعم نحاول أنه نكون زي ما بسموها فولي جير جهزين تماما لهذا التحول فاليوم بحكم الطلب العالي على خدمات الإنترنت زين خلقت بنية تحتية متعددة الخيارات لعملائنا بخدمات الإنترنت من ثري جي فور جي وبدأنا بالسنة 2015 وبسنة 2016 أتمنع مساحة كبيرة من خدمات الألياف الضوئية للبيوت هذا بالنسبة لنوعية الخدمات لكن عن قوتها وأيضا السرعة والكباسيتي أو النطل نعملنا والانتقدونا بالبداية عليه أنه احنا اشترينا ساعات إضافية للثري جي قبل ما نطلق الفور جي يعني ضعفنا سرعة وسعة الخدمات الجيل الثالث وبعدها بكم شهر أطلقنا خدمات الجيل الرابع على عشرة ميجا هيرتز بال2015 وبجانوري 2016 ضعفنا هذه الساعات فأصبحنا اليوم المشغل الأكبر من حيث ساعات وسرعات الإنترنت اللي موجودة بالأردن احنا بنشغل 20 ميجا هيرتز 4G 20 ميجا هيرتز 3G ومنشغل 17.5 ميجا هيرتز على 2G نسبة تغطيتكم جغرافيا في المملكة احنا تقريبا نغطي كل المناطق اللي مأهولة بالسكان وكلها تتصل لها نسبة تغطية 4G تقريبا 4G لسه 4G بمرحلة النمو والتطور تغطية 3G متشور ناضجة تغطي كل المناطق المأهولة بالسكان 4G بنهاية 2016 نكون واصلين لأكثر من 94% من التغطية ب2017 سنوصل للتغطية الشمولية بكل انحاء المملكة هل أرباح الشركة او إرادات الشركة تغطي تكاليف التشغيل وخاصة أنت تقول الكل كان يلوم أنتم تسارعتم قبل الأوان بتطبيق هذه المعايير القياسية العالمية في دول حتى يمكن ما وصلت للسلاة المرحلة ما هي نوعية الإرادات التي ترصدونها تقريبا كل فصل أو كل فترة لتغطي حجم الإنفاق المخصص لتوسيع عملياتكم على نطاق حزمكم المختلفة إذا فهمت سؤالك صح استثمارنا بخدمات الجيل الرابع ومضاعفتنا لسرعات الجيل الثالث النتائجها كانت أفضل من المتوقع بمجب خطة الخطة التي قدمناها للحصول على الموافقة أننا نستثمر في هذه التكنولوجيا الحمد لله حققت الندائج المرجوة منها سواء كان على مستوى الإرادة أو الربح وبنفس الوقت ساهمت بالنتائج الإيجابية التي نرى في سنة 2016 السوق الأردني أكيد يعيش تحدي كبير بالنهاية دائما متغيرات التي حولنا كثير وزي ما أنت قلت لاحظنا بالسوق المنافسة وصلت لمراحل من السلبية التامة فالتحدي للأدام للساح يكون أكبر شركات الاتصالات تحديدا مجموعة زين معروفة عنها أنه كان عندها تحديات حتى في المنطقة في زين الأردن كما ذكرت أنه لديكم شعبية أو يمكن تواجدكم في السوق منذ القدم يعطيكم ربما ميزة من نوع خاص أتحدث الآن عن استراتيجية التمويل يعني إلى أي حجم زين الأردن تحتاج من التمويل أم هي تستتصرف في كل الكاشمان التي لديها من أجل أو النقد المتوفرد من أجل تمويل عملياتها رولا زي ما قلتلك الربح التشغيلي والذي هو الربح النقدي فعليا بزين الأردن جيد وبيغطي احتياجات الشركة من التمويل وش مضطرين تخضو أخذنا لما استثمرنا بتوسعة الجيل الثالث والحصول على ترددات الجيل الرابع حصلنا على قرض من خلال مجموعة زين بالدولار الأمريكي وهذا القرض اللي احنا عم نسدد فيه الاحتياجات المستقبلية يعني ما بتوقع أنه احنا نحتاج أو نضطر للاختراض إلا إذا حسنا أنه والله في داعي أنه نستثمر بحجم أكبر من اللي احنا حطينه بالخطة المستقبلية لألفين وطمئن وآلفين وقساط تقريبا نسبة الاقتطاعات التي تأتي بعد هذه الإرادات قبل يعني أرباح أنا أعلم جيدا الصافي ستأتي بعد الاقتطاعات إطفاء أيضا تكلفة الرخصة وغيرها يعني كم تقريبا يتأخذ من مجموعة الإرادات حتى نوصل لأرباح الصافي نحن أعطيكي على الربح التشغيلي للتسع شهور الأول نية كان في عنا تقريبا مئة وستة وعشرين مليون صافي الربح كان ستة وخمسين مليون الفرق هذا بروح لضريبة الدخل والإطفاءات والاستهلاكات الخاصة بالاستثمار الرأسمالي اللي يصير بالشركة ضريبة الدخل عم نحكي عن تقريبا أربعة وعشرين بالمئة نسبتها في الأردن أربعة وعشرين بالمئة بعد اختطاع الاستهلاكات والإطفاءات نعم شركات الاتصالات أيضا من بعض مصاريفها هي استئجارها لأبراج من أجل إيصال خدمات الإرسال والبث أو كما تقولون بشكل أفضل زين تمتلك هاي الأبراج أم تستأجرها أغلب الأبراج تقريبا 80% 90% من أبراج مواقعها مستأجرة سواء كان من أفراد اللي هي نسموها اللي هي الأبراج اللي على الأسطح تستأجر من أصحاب المباني وفيه اللي منسميه الجريم فيلد اللي منستأجر أراضي فيها وفيه أبراج موجودة بداخل مجمعات معينة سواء كانت تجارية أو سكنية أو كذا بتكون بتعاون ما بيننا وما بين اللي بيديروا هاي المجمعات وجدت هاي الاستتراجي أفضل من لكم تمتلكوا الأبراج تتكبدوا مصاريفها أكيد أفضل ولكن يعني الترند العالمي أو الترند الإقليمي بدنا نقول اللي معشي هلأ اللي هو اللي بسموه المشاركة البنية التحتية نعم أظن يعني بدل حديث بالأردن على موضوع المشاركة البنية التحتية وهذا أفضل خيار للمشاغلين نعم لأنه اليوم إحنا مع الضغط الكبير على الإرادات صار لازم نتطلع على شو الإبداع اللي لازم نعمله بالتوفير بالمصاريف وهذا اللي إحنا عم نحاول نعمله بالأردن فأظن مشاركة البنية التحتية هي الخطوة القادمة إن شاء الله وصلنا إلى نهاية البرنامج أجب أن أذكر زين الأردن لديها أيضا رصيد كبير جدا من المسؤولية الاجتماعية ونعلم جيدا كل برامجكم وأيضا الريادية وتسجيع الشباب وغيره أشكرك جزيل أشكر الرئيس التنفيذي لزين الأردن السيد أحمد الهناندي شكرا إليك أعطيكم ترجمة نانسي قنقر شكرا